درس طرح الأعداد العشرية إذن لنفهم ونطبق قرأت إيطو في إحدى المجلات أن أطول رجل في التاريخ هو الأمريكي روبر وادلاو المتوفى سنة 1940 انظر الصورة إذن هذا هو وادلاو الذي يظهر في هذه الصورة هو هذا الشخص الطويل إذن أحول القامتين إلى المتر إذن لدينا 182 سنتيمتر و272 سنتيمتر إذن لدينا هنا وادلاو وادلاو طوله هو 273 سنتيمتر ووالده طوله هو 182 سنتيمتر إذن لكي نحول هاتين القامتين إلى المتر سنحتاج إلى هذا الجدول جدول وحدات قياس الطول إذن لدينا 273 غير للإشارة هنا عندنا هذا 273 هنا عندنا 272 إذن نخده بعين الاعتبار لنخدوها بعين الاعتبار نخدوها 272 إذن 272 سنتيمتر إذن نضعها في خانة السنتيمتر نضع هنا 272 إذن سنحولها إلى المتر سنذهب إلى خانة المتر اللي هي هذه ونضع هنا فاصلة إذن كما نلاحظ فهي تساوي مترين واثنان وسبعون إذن مترين واثنان وفاصلة اثنان وسبعون ثم عندنا هنا متر واثنان وثمانون إذن سنتيمتر سنضعها أيضا في الجدول نذهب إلى خانة السنتيمتر نضع إثنان ثمانية وواحد ثم نذهب إلى خانة المتر اللي هي هذه ونضع الفاصلة هنا إذن كما كنلاحظ فهي تساوي متر واحد فاصلة اثنان وثمانون إذن متر واحد فاصلة اثنان وثمانون إذن أحسب الفرق بين قامة ودلو وقامة والده إذن قامة ودلو هي متران فاصلة اثنان وسبعون ووالده قامته هي متر فاصلة اثنان وثمانون إذن سنكتب هكذا إذن الفرق بين قامة ودلو ووالده هو هو إذن سنعمل متران فاصلة اثنان وسبعون ناقص متر فاصلة اثنان وثمانون باش نلقوا الفرق بين القامتين إذن سنوضعوه هنا العملية أفقية إذن اثنان الجزء الصحيح ثم نكتب الجزء العاشري اثنان وسبعون ناقص الجزء الصحيح واحد نكتبه تحت الجزء الصحيح فاصلة اثنان وتمانون نضع رقم الأعشر تحت رقم الأعشر ورقم وجزء المئات تحت جزء المئات وننجز العملية إذن اثنان ناقص اثنان تساوي صفر سبعة ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف سبعة عشر ناقص ثم تساوي تسعة ثم اثنان ناقص اثنان تساوي صفر أضعوا الفاصلة تحت الفاصلة إذن الفرق بينهما كما نلاحظ هو صفر متر فاصلة تسعون إذن صفر متر فاصلة تسعون الآن ما ينقص ودلاو لإكمال ثلاثة أمتر إذن سنحسب الآن ما ينقص ودلاو لإكمال ثلاثة متر إذن سنحسب ثلاثة ناقص طول دياله إذن الطول دياله هو قلنا متر واثنان وسبع ننشوف هل بقي لكي يكمل ثلاثة متر إذن سنوضع هنا العملية أيضا عمودية إذن ثلاثة اللي هي الجزء الصحيح ناقص اثنان اللي هو الجزء الصحيح فاصلة اثنان وسبعون اللي هو الجزء العشري إذن هنا يجب ضروري نعمل الفاصلة فوق الفاصلة ثم نكمله بالأصفار ونجزو العملية ديالنا إذن صفر ناقص اثنان لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف إذن عشرة ناقص اثنان تساوي ثمانية ثم صفر ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف إذن عشرة ناقص ثمانية تساوي اثنان ثم أضع الفاصلة تحت الفاصلة ثلاثة نقص ثلاثة تساوي صفر إذن ما ينقص ودلاو لإكمال ثلاثة أمتار هو الصفر متر فاصلة ثمانية وعشرون إذن ننتقل الآن إلى إنجاز التمرين الأول إذن أحيط الفرق المناسب لكل بطاقة إذن لاحظوا معي هنا أن الصفر فاصلة خمسة ناقص صفر فاصلة خمسة هل تساوي الصفر أم واحد أم خمسة إذن هذا عن عدد نقصنا من نفس النيت إذن مثلاً واحد نقص واحد تساوي صفر إثنان نقص اثنان تساوي صفر إذن حتى صفر فاصلة خمسة ناقص صفر فاصلة خمسة ستساوي صفر ثم واحد ناقص صفر فاصلة خمسة واحد نقصنا من نص إذن أن tingむ게 0.5 أم 1 أم 1.5 إذن لغاقص في rights واحد نقصنا من نص نقص نصف ونصف هو 0.5 ثم 1 نقص 0.1 نقص عشر 1 9 0.9 ثم 1 نقص 0.1 1 جزء 100 نقص 99 جزء 100 0.99 ثم اضع ونجز لدينا هذه العملية سنضعها وننجزها نكتب الجزء الصحيح 35 35 فاصل 64 وهو الجزء العشاري ثم نضع الجزء الصحيح هو 9 نضعه تحت الجزء الصحيح رقم الواحدات ثم الجزء العشاري أنه هو 7 نضعه تحت الجزء العشاري إذن هذا رقم الأعشار سننذهب من تحت رقم الأعشار وهو 6 نكمل بالصفر ثم ننجز العملية إذن 4 نقص 0 تساوي 4 6 نقص 7 لا يمكن استلف العشارة وأرد السلف 16 نقص 7 تساوي 9 ثم أضع الفاصلة تحت الفاصلة 5 نقص 10 لا يمكن استلف العشارة وأرد السلف إذن 15 نقص 10 تساوي 5 ثم 3 نقص 1 تساوي 2 الآن سنضع هذه العملية لدينا 97 نكتبها هكذا 7 و 90 فاصلة 0 ثم نكتب تحت الجزء الصحيح 65 سنكتبها متحت 97 و 90 65 فاصلة 9 ثم الباقي نكمل بالصفر وننجز العملية 8 نقص 0 تساوي 8 0 نقص 9 لا يمكن استلف العشارة وأرد السلف 10 نقص 9 تساوي 1 7 نقص 6 تساوي 1 6 أو 9 نقص 6 تساوي 3 10 إذا لحسابي فرقي عددين عشريين أضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح كيف لا نرى مثلا هنا كنقص الجزء الصحيح ونفس الشيء هنا والجزء العشري تحت الجزء العشري الجزء العشري الذي يكون مر الفاصلة يومين الفاصلة نقص من تحت الجزء العشري وأعوض الأرقام الناقصة بالأصفار مثلا هنا كان لدينا رقم ناقص زناء صفر نفس الشيء كان هنا رقم ناقص زناء صفر وننجز العملية بشكل عادي ثم في الفرق نضع الفاصلة إذا التمرين الثالث أجري الحساب المقرب كما في المثال ثم أضع وأنجز العمليات الطرحي في دفتري إذن لدينا العملية الأولى 199.65 ناقص 51.05 إذن هذا 199 وعندنا هذا الجزء العشري فهو أكثر من فاصلة 50 إذن سنقربه إلى الجزء الصحيح إلى 200 إذن سنأخذه هنا 200 ناقص هنا 51 هنا يعني الجزء العشري عندنا 0.5 إذن هو أقل من 50 أقل من 0 أقل من فاصلة 50 إذن سنأخذ فقط 51 وننجز عملية الطرح إذن 200 ناقص 51 فهي تساوي 149 ثم هنا لدينا 501 1 فاصلة 22 إذن هذا 22 فهي أقل من فاصلة 50 إذن سنأخذه فقط 501 ناقص هنا 98 فاصلة 4 هذا 4 أيضا فهي أقل من 50 لذلك سنأخذ فقط 98 إذن 501 ناقص 98 فهي تساوي 11 ناقص 8 تساوي 3 أرد 10 ناقص إذن تساوي 403 الآن ننتقل إلى التمرين الرابع أعيد وضع عمليات الطرح التالية بكيفيت سليمة ثم أنجزوها إذن في العمليات الضحف فحährt 503 كيف ما ترى الجزء الصحيح وسأخرا met الهدف من هذا التمرين لف العملية ولف هذه العملية هو نوضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري إذن هذا 503 سنضعها هكذا 503 ناقص 97 إذن الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والجزء الصحيح ندره هنا هنا نكمل بالفاصلة فاصلة صفر ونجزو العملية إذن صفر ناقص ثمانية لا يمكن إذن أستلف العشرة وأرد السلف 10 ناقص ثمانية تساوي إثنان 13 ناقص ثمانية تساوي خمسة ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن إذن أستلف العشرة وأرد السلف 10 ناقص عشرة تساوي صفر ثم خمسة ناقص واحد تساوي أربعة ثم العملية الثانية لدينا 43.75 ناقص تسعة وثلاثون أيضا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري إذن هنا نكمل بالأصفار وننجز العملية إذن خمسة ناقص صفر تساوي خمسة سبعة ناقص صفر تساوي سبعة نضع الفاصلة تحت الفاصلة ثلاثة ناقص تسعة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 13 ناقص تسعة تساوي أربعة 4 ناقص أربعة تساوي صفر ننتقل إلى التمرين الخامس أتمم الحساب المقرب ثم أصحح العمليات الخاطئة بوضع الفاصلة إذن نشوفوا هذا الحساب المقرب إذن هنا 348.1 ناقص 48.3 إذن الحساب المقرب الذي أعطونا هنا هو 350 أي نقرب إلى رقم العشرات ثم أيضا 48.5 نعطونا 50 بحيث ندير التقريب إلى رقم العشرات نفس الشيء سنحاول نديره هنا إذن هنا 402 إذا نقرب إلى 10 نحن نقرب إلى رقم العشرات ثم هنا 98 إذا نقرب إلى رقم العشرات نحن نقرب إلى 100 إذن 410 ناقص 100 فهي تساوي 310 ثم هنا 810 إذن هنا نحن نقرب إلى رقم العشرات ولنقرب إلى رقم العشرات حيث نأحن نتقدر عنش نقرب إلى رقم العشرين يمكن أن نقربها الـ 820 أو الـ 800 والمهم نقربها الـ 820 ثم هنا 109.7 نقربها الـ 100 إذن 820 ناقص 100 فهي تساوي 720 نقرب الـ 810 ونجزع العملية نضع الفاصلة إذن العملية هي صحيحة نقصها فقط الفاصلة سوف نضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم سنضع رقمين هنا رقمين ونضع الفاصلة هنا ثم سوف نضع الفاصلة احسابت نقص lis فيوجائه اشتركوا في القناة 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 ثمانية زائد خمسة تساوي ثلاثة عشر أضع ثلاثة و احتفظ بالواحد واحد زائد تسع عشر زائد واحد تساوي أحد عشر واحد زائد واحد و احتفظ بالواحد واحد زائد واحد تساوي اثنان إذا هالضلع و هالضلع طول مستقل هو واحد وعشرون سنتيمتر فاصلة ثلاثة إذن الآن أعطينا العملية المحتلة المتلات كامل نقص هذا الضلعين إذن 32.2 نقص 21.3 إذن 2 نقص 3 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 12 نقص 3 تساوي 9 2 نقص 2 تساوي 0 و 2 نقص 3 نقص 2 تساوي 1 إذن هذا الضلع بسي فطوله هو 10.9 سنتيمتر إذن هذا هو طول الضلع بسي التمرين التاسع أساعد نهيلة في إنجاز عمليات الطرح التالية إذن هذه عملية الطرح عندنا هنا العملية تغير بشكل أفق إحنا سنوضعها بشكل عمودي إذن 9.8 نقص 6.7 إذن 8 نقص 7 تساوي 1 نضع الفاصلة تحت الفاصلة 9 نقص 6 تساوي 3 إذن هنا ستكون عندنا 3.1 ثم لدينا 31.5 نقص 20 فاصلة 4 إذن 5 نقص 4 تساوي 1 نضع الفاصلة 1 نقص 0 تساوي 1 3 نقص 2 تساوي 1 إذن الفرق هو 11.1 ثم لدينا 75.41 نقص 50 فاصلة 20 إذن 1 نقص 0 تساوي 1 نقص 2 تساوي 2 نضع الفاصلة 5 نقص 0 تساوي 5 و 7 نقص 5 تساوي 2 إذن الفرق هو 25.21 و أخيرا لدينا 90 فاصلة 0.3 نقص 40 فاصلة 0.1 إذن 3 نقص 1 تساوي 2 0 نقص 0 تساوي 0 0 نقص 0 تساوي 0 و 9 نقص 4 تساوي 5 إذن الفرق هو 50.02 الآن تمرين الأخير يحتاج سالم لإجراء عملية جراحية إلى 23705.50 حسب تقدير الطبيب لكنه يملك فقط 12650.35 درهم أهل لدى سالم ثمن العملية أختار الجواب الصحيح بوضع علامة نعم أم لا إذن كما نلاحظ فالمبلغ الذي يحتاجه سالم هو 23705.50 بينما هو يملك فقط 12650 درهم فاصلة 35 إذن كما نلاحظ فسالم ليست لديه ثمن العملية وبالتالي سنضع علامة أمام لا ولكن نبرر جوابنا سنقارن المبلغ 23705.50 مع المبلغ الذي يملكه الذي هو 12650.35 إذن غير من مقارنة رقم عشرات الآلاف إذن هنا عندنا 23000 وهنا عندنا 12000 إذن 23000 فهي أكبر من 12000 وبالتالي فمبلغ العملية أكبر من المبلغ الذي يملكه سالم